26 مارس 2012 وبنبتدي بفقرة الصحافة وما زال الإخوان المسلمين ومتمثلة فيها الحرية والعدالة محاولة منهم للسيطرة على كل شيء في جمهورية مصر العربية من مجلس الشعب والشورى ومؤخراً بالدستور محاولةً للوصول للإمبراطورية الذي بيسمو إليها في العالم العربي وإنما الجديد هو البيان الخاص بمجلس العسكري بأنه يا جماعة خلينا حبايب وخلونا نبقى مع بعض كويسين بلاش تفتروا بشكل أو بآخر وبلاش ننسى التاريخ نبتدي فقرة صحافنا النهاردة غالباً الشعب المصري كله بيتكلم عن لنا بقوله ده معايا ضيفي الأستاذ عماية خليل الصحفي بجريدة المصري اليوم صباح لخير فان أشرف باشا أشرف بنبتدي بأول خبر معنا من المصري اليوم صفحة أولى تأسيسية الدستور تخسر التوافق الوطني والشروق صفحة أولى الانسحابات تتوالى من لجنة الدستور والشروق صفحة أولى الإخوان والعذكر على حافة الصدام والأخبار صفحة أولى منصور حسن ينسحب من السباق الرئاسي وعمر سليمان يعلن نيته الترشح الشروق صفحة أولى الحرية والعدالة تدرس ترشيح أحد قيادات الحزب أو الجماعة للرئاسة المصري اليوم صفحة ثلاثة وعود الحكومة تفشل في حل أزمة الوقود والتموين الانفراجة الخميس الأخبار صفحة أولى مسيرة الترس من الجبالية إلى البرلمان أستاذي العزيز بنفتدي بأول مصري اليوم صفحة أولى تأسيسية الدستور تخسر التوافق الوطني تعليق حضرتك كيف حم؟ أول مشاركة لمغالبة في انتخابات البرلمان المصري وصلت المشاركة لستين في المئة قالك ده التحالف الديمقراطي التحالف الديمقراطي هم موجودين حوالي تسعين في المئة وباقي الأحزاب الهامشية اللي هم على هواهم انسحبت بعدها على انتخابات الشورى ثم بعدها موضوع تأسيسية الدستور هي قيمة بالكامل بما فيها من لبراليين وسيدات وأجباط هم قيمة الأخوان المسلمين والحرية والعبال يعني لو نظرنا مثلا الخمس شخصيات قبطية الموجودة فيها مرجرية عزر هي نائبة دكتورة مونة مكرم عبيد حتى يمكن بعض المشاطات على الفيسبوك كانوا عمليون صورة لها مع دكتورة سامو العريان يعني يقولك سبب الاختيار أو أليه تختيار الأخوان دكتور رفيق حبيب هو نائب حزب الحرية والعبالة الشؤون الخارجية والمستشار نبيل مرهم والأستاذ مجد شنودة يعني حال الإخوان أو الحرية والعبالة نفس موافقهم السابقة أنه يقوله بيسحى لمصلحته الخاصة بعيدا عن أي مصلحة وطنية أو موافقة وطنية وعدوا أنه يكون كل الطيارات المجتمع المصري مموسلة اختاروا حتى الشخصيات اللي من برى النقاباء وغيرهم اللي هم ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين بما فيها يمكن كان فيه معلومات أن الطالب حتى الوحيد للمختارينه هو ابن أخت محمد دكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة يعني ورغم كده كمان كانوا يعني الأغرب من ذلك التصرحات اللي طلعت بعد ألية الاختيار وبيقولوا أننا كنا نستطيع الانفراد والمغلبة لكننا أثرنا التوافق الوطني يعني أنا معرفش أي توافق قطر خيرهم قدرتك أنهم يدوننا الفرصة برضو أن يبقى في حد يقول كلمة لكن الكلمة الأخيرة ليهم طبعا مية في المية طبعا كل الاحترام للأخوان المسلمين والسلافيين والحرية والعدالة يعني كل الاحترام يعني يكون صريح من الأول يعني يقول أنه هو لكن يعني مش عارف ليه طول الوقت بحس أنه هو بيقولوا حاجة ويعملوا حاجة ليه دايما بنسمع أنه هم يعني على مر أو على مرة على مرة وصورهم أنه هو يقول لا لا أنا أتكلم عن أول صورة 25 النائد خلينا مر العصور لنهاش دعوة يعني لعهد لباقت بتاع النظام الصابق والمشاكل اللي كان بتحصل لهم إنما بعد 25 النائد كل ما بيقولوا حاجة بيرجعوا في كلامهم آخرها حكاية أننا مش هيرشح رئيس جمهورية وخلاص هيرشح رئيس جمهورية أما بالفعل هذا المرشد كان في مؤتمر جماهيري مبارح وأعلن هما الاستجابة لأعضاء الجماعة لده فهب ومرشح رئاسي غالباً هو يكون بطور خيرة الشاطر بعد ما كان أعلنه في الفترة الأخيرة ويمكن ده يعني أنا شايف أن ده بتكون بشكل كويس إنه هو يبين مدى حجم جماعة الإخوان المسلمين في مصر إذا كانت هي تستطيع الحصول على الرئاسة فإذا كانت الأغلبية معها ماشي لكن ظروف الانتخابات البرلمانية كان لها ظروف معينة الناس كتير يفكر أن فيه استقرار هيكون من البرلمان الجاي نازل كتير حولت المعركة لمعركة دينية فكان تم انتخابهم على أساس ديني عظيم خلينا نتنقل للموضوع الثاني الشروك صفحة أولى الانسحابات تتوالى من لجنة الدستور يعني في نفس الإطار ونفس الموضوع هو يمكن كان فيه أكبر أربع أحزاب المصري الأحرار انسحاب المصري الديمقراطي التجمع والكرامة بالأضافة لبعض الشخصيات المستقلة زي دكتور مصطفى النجار وفي بعض كمان شخصيات ثانية دكتور عحمد حرارة اللي هو كان ممثل لمصابي الثورة أعلن انسحابه بالأضافة لشخصيات أخرى بتعلن انسحابها يمكن كان فيه غريبة ولافت للنظر ان دكتور عمر حمزاوي دكتور عمر الشبكي قال انهم مستمرين في البقاء في اللجنة بعد استطلاع عرق دوائرهم يعني وان الجامهير في الدايرة أيدوهم في الاستمرار دي وجهة نظر يعني خاصة بهم تحترم على كل الأحوال نعم شروك صفحة أولى الإخوان والعسكر على حافة الصدام ويمكن في المقدمة حضرتك ذكرت ان البيان الناري اللي كان طلع من المجلس العسكري مبارح هو كان خاص بالرد على جامعة الإخوان المسلمين يمكن ما سمهاش في البيان ولكن قالك جماعة سياسية أو جهة سياسية حتى بيطالبهم بالرجوع للتاريخ التاريخ اللي هو 54 لما كانوا بعد ثورة 52 وحاولت الجامعة تنفرد بالقرار أو تهيمن على الحياة السياسية فما كان منها إلا حل جامعة الإخوان المسلمين واتقال المرشد في ذلك الوقت حضرتك انت يعني في جديدة المص اليوم انا مش لاقي الخبر الحقيقة لكن انا قريته وشفته متأكد ان هو في مصر اليوم اما في الاهرام يمكن اكون غلطان يعني بس انا قريه النهاردة للمرة التالتة او مرة الرابعة وزير الداخلية الامارات يحذر الإخوان المسلمين من التدخل في الشؤون الخليج العربي ليه؟ هو كان بداية من تصرحات محمود غزلان المتحدث رسمي باسم جامعة الإخوان المسلمين حينما هدد الامارات بأي إجراء ضد الشيخ الكراداوي تولى ذلك ان الامارات طلب التفسير رسمي من مصر زي يهدد دولة في إجراءات هي المفروض إجراءات أمنية هو كان على قوامل تقريبا متراكب أو الوصول وحذروا من دخول الامارات هو الخبر بيقول يعني انه خلي بالكوا الاخوان المسلمين الخليج لا ما هو ومش الامارات فقط هو فيما بعد هو حذر بعد ما كان مجلوش رد رسمي من مصر على حول أو إدانة لتصرحات محمود غزلان نعم فبعدها قال على موضوع جماعة الاخوان المسلمين جدا انها بتسعى الإطاحة بأنظمة الحكم في الخليج اللي هو يقصد الامارات والسعودية وباقي الدول نعم وحذر ان جماعة الاخوان المسلمين تسعى لها يمنع العالم العربي كل فكرها يعني في فكر حسن البنة هي فترة التمكين أو مرحلة التمكين نعم يعني زي المراحل اللي هي نعم وبعدين القمع والتعامل مع النظام الظالم ثم مرحلة التمكين اللي هي مرحلة الخلافة اللي لن يتراجع عنها الاخوان ما هو ده اللي أنا قلته حضيرك في أول الفكرة أنه هو الوصول الهدف الأساسي هو الإمبراطورية الإمبراطورية إمبراطورية وطبعا أهم بلد في المنطقة مصر هي مصر فالسنة كنت قاعد في مرة حضيرك في ضيف مع ضيف هنا في الفقرات وكان هو بيتكلم معاه إنه كذا وفي الوصول الإمبراطورية يعني هم موجودين في تونس واليمن يعني في كل البلاد اللي حصل فيها ثورة يعني لكن مش بقوة مصر ثم هي مصر أقوى ولد لازم يكونوا موجودين بقوة طيب ربنا يوفعه يعني هو هل هو في الآخر حيوصلونا أن مصر هتبقى بنعرف نشتغل وناكل ونعيش ونتجوز يعني لا هو على النظام التركي أو المريزي زي بعض لا ما هو واضح إنه جدا أنه هو رئيس التركي للمزارك هو لما قال إنه قال كلمة ضيقتهم بعد ما استقبلوا بالحرارة واستقبال الفاتحين بعد ما قال العلمانية يعني الحل فمش الواحدة في المطار يعني وحظتك دا يدل على إيه؟ يدل أن استقبلوا بحرارة كده وفي الأخير هو جماعة الإخوان الساحة أنت تقول كلمة يعني هم كانوا في التصور دائما جمعوا للبردع أكتر من 600 تقريبا أكتر من ألاف من التوكلات أيام كان البردع في الواحده في وجه النظام السابق وكان البردع وحبيبهم ورمز من الرموز الوطنية ورمز من الرموز النضال عشان نكسر النظام السابق قسر النظام السابق داخله بعد كده فيه مفاوضات مع عمر سليمان وقت المرحلة الانتقالية وبعدها لو أمش عجبهم الحال فيه ثورة قامت بالفعل لأن نزلوا فاللي اسمعنا دائما أننا كنا مؤيدين للثورة من اليوم الأول شباب الإخوان كانوا في الميدان والأكثر من ذلك اللي هو موقعات الجمل أننا اللي حمينا الميدان ولولا ذلك انتهت الثورة واللي كان حامل ميدان فعلا هو مجمعات من الألترس هو مجموعات من الشباب من كل الطيرات المختلفة تعال ما نتكلمش في الماضي بقى تعال نتكلم في المستقبل هو ده المستقبل هو ده المهم المصر ننتقل إلى الخبر اللي بعدين الأخبار صفحة أولى منصور حسن ينسحب من السباق الرئاسي وعمر سليمان يعلن نيته الترشح هو كان منصور حسن أعلن بالفعل أنه هو الظروف السياسية غير مؤتية في البلد لموضوع ترشحه الرئاسة ويعني سيبك من اللي هو أعلنه هو ما هو رأيك والإيسا ومنصور حسن كان الرئيس التوافقي وهو صرع تصريحات خاصة قال أنه غالباً الإخوان اللي أهم يلعبوا به أو أنه بعد ما جاء مجموعة منهم من الجماعة طلبوا منه الترشيح وتأييده ومسندته وفي الآخر لأنه ما فيش كلمة معينة ففضل الإنسحاب هو من الآخر خاصة بعد أنهم يتكلموا على رئيس وغير رئيس فهو أدرك مؤخراً طبيعة الإخوان أو طبيعة العمل السياسي لجماعة الإخوانية هل تفتكر أننا في يوم من الأيام نصر ستندم أن البرادعي انسحب من بدري؟ هو يمكن كان فيه كاركاتير كان عملينه النشاطات على الفيسبوك كان جميل جداً هو كاتبين جايبين كل مرشح الرئاسة كل واحد جايب وكاتب أنا الأصلحة 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 والأصلح ماشي بالطهرع وفي إشارة إلى الدكتور محمد البرادعي هذا كان أفضل تعبيق على هذا الموضوع نكمل الشرق صفحة أولى الحرية والعدالة تدري الترشيح أحد قيادات الحزب أو الجماعة للرئاسة طبعاً نحن تكلمنا عن هذا الموضوع وقابلهم بس أنهم مرشوا حد منصب البابا الجديد وخلاص يعني دي نقطة حضرتك تلعة فيه برضو بنرجع نقول كل الاحترام للحرية والعدالة والشعب اللي اختاروه يعني كل الاحترام لكن بنحاول نفهم بنستوعب اللي بيحصل حوالينا المص يجيب صفحة ثلاثة وعود الحكومة تفشل في حل أزمة الوقود والتمويل الانفراجة يوم الخميس أنا عن نفسي مبارح دزلت كان في جنب المنصة في بنزينة كده جنب المنصة لقيت أن الحياة كانت إلى حد ما أحسن من الأيام اللي فاتت وأنا بحط بنزين وأنا يعني شفت في وسط البلد وفي شبرة وفي سلة مفيش يعني أنا أتمنى أن يكون الخميس الجاي حتى هو الخميس اللي بعده بس تتحلق يعني أتمنى الأخبار سوف أقول مسيرة التراس من الجبالية إلى البرلمان ده كان يمكن خبر مهم جدا أنهم مكرروا الاعتصام أمام البرلمان بقارح ونضم لها مجموعة من المعتصمين أمام اللي كانوا في ميدان التحرير وحملوا التشرتات مكتوبة عليها قد تصم رقم 74 في أسرة للشهداء عدد الشهداء مجزرة بورسعيد نعم وهم كمان بيطلبوا بيعني يعني حق كل الشهداء من بداية من 25 يناير ومحمد محمود ومزبير ومجلس الوزراء مش شهداء مسبحة بورسعيد بس كويس الأستاذ عمايات خليل الصحفي الجريدة المصر اليوم كان لي أشترف أن أعود مع حضرتك النهاردة لأن أنا أول مرة قابلك في الصحافة أهلا بك يا فبن مشاهدين في عندنا تقرير لازم الحياة تستمر يعني هم مشغولين بأن إحنا نعمل الديمقراطية يعني الإمبراطورية وإنما إحنا حياة في مصر لازم تستمر عندنا معرض التراث النوبي كاميرا تنهارك سعيد راح اتعملت تقرير خاص عن قيمة بالمجلس الأعلى للثقافة معرض بعنوان مؤتمر التراث النوبي من ناقش المؤتمر تاريخ النوبة وثقافة أهل النوبة وكيفية الحفاظ على التراث النوبي تم فيه المؤتمر تقريم وزير الثقافة الأسبق دكتور عماد أبو غازي هنروح نشوف التقرير ونبتدي بقى يومنا بعدة فقرات متنوعة هنهاركو دايما زي الفور اشتركوا في القناة